بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله في هذا المقطع بنعرض للنوع الثاني منه الـ Power Supplies اللي هو الـ Hydraulic Power Supply فالنوع الأول كنا بنستعمل Compressed Air في هذا النوع نجد أنه بيقول Hydraulic Power uses non-compressible fluid to transmit energy هذا أول فرق بين الاثنين إنه ده بيستعمل الـ Flood اللي هو non-compressible ما إنما الـ Air لكن بنستعمله مستخدم من الـ Compressor ده كمبرست فده الفرق الرئيسي ما بين الاثنين The hydraulic power supply uses pump to supply the force needed to move the hydraulic fluid under high pressure The power from the pump is then transmitted by the fluid through tubing to the hydraulic devices as shown in the figure blue ده نوضحه كله على رسم القادم إن شاء الله Hydraulic system may use the same thing in double action cylinder that the pneumatic power supply use it can also use the rotary actuator هنا بنقدر نقول إن إحنا نستعمل single action و double action استعملناه في pneumatic power supply ونقدر نستعمل rotary actuator احنا طبعاً هنطبق rotary actuator على هذا النوع عشان نعرفك rotary actuator وتستعمل إزاي تعال نشوف الرسم اللي قدامنا بيوضح لي إن أنا هنا عندي electric motor بيشغل pump اللي هي اللي موجودة قدامي pump بتسحب الفلويد من التانك بعد ما يتعمل له عملية filtration عند الفلتر والبوفل اللي هي بتعمل عملية الكولينج وفي نفس الوقت بنحفظ بيها الفلويد يبقى في درجة عالية من النقاء pump بيسحبة الفلويد دخل عليها تطلع من البم على الهيدروليك موتور اللي هو هيكون form بتاعه الشكل بتاعه اللي هو rotary actuator بعد ما يتم عملية التشغيل يرجع تاني الفلويد على التانك عن طريق الريتر line ويرجع ويتعمل عملية filtration والكولينج ويرجع يتم نعيد العملية مرة أخرى تعال نشوف rotary actuators عندنا في single action rotary وعندنا double action rotary single action rotary بيبقى في الفين هاي الفين اللي موجودة عندنا الفين بتلف عندي two portes في single action actuator في double action rotary actuator بيبقى عندي الفين هاي شوف هاي two arms هون بتاع الفين واللي بيحصل لنا بدل instead of two boards هنا في single action بيبقى عندي four boards موجودين في double action ما هو الفرق بين single action والdouble action ان في double action استطيع ان اخد double torque اللي ممكن اخده من single action الحركة الحركة زي ما احنا قلنا single action rotary actuator اقدر اخذ الحركة منه اللي هي rotation motion واحولها الى linear motion زي ما هو واضح من الرأس ان دي الحركة الارم بيتحرك في arc 180 درجة فاعلين انا عن طريق links والجون الموجودة قدامي دي اقدر انا احولها الى حركة خطي تعال نشوف الفيديو اللي قدامنا دي وريني pump اللي هي double action الاكتويتر اللي هو double action لو شفنا ادي في inlet two inlet اللي هم باللون الازرق يبقى ادي المدخل هون تعال في fluid يمشي في هذا الاتجاه ادي inlet رقم واحد وادي الان رقم اتنين يعمل الفينز اللي موجود اه الفينز بتعمل ايه شايف الار والابيض اهو سحب الفلويد يدخل فين على ال outlet اللي هم ايه اللي هم باللون الاحمر هادي inlet رقم واحد وهادي inlet رقم اتنين يطلع يبديا ايه ال outlet في هذا الاتجاه دي اللي هي ايه double action rotary actuator وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة